بتطلبها على اقل مرتين في الاسبوع والمرة دي اتصلت قالت لنا عايزة كيلو انتي بتعمليها اجمل من مطاعم 100 مرة ده بيحطولي في المطعم شريحتين وشوية سوس ويقولولي 400 جنيه قلتلها تحت امرك يا ست الكل ازاي تعملي اجمد بيكاتة بالمشروب بكل اسرار المطاعم والطريقة قدامك مش هتدفعي فلوس كتير سمي الله صالي على رسولي لا ورفعي الفيديو بأجمل لايك وشير عشان ان شاء الله يوصل لكل الناس اولا بقى احنا بنجيب اللحمة بتاعة البيكاتة بنجيب قطعية اسمها قطعية البوفتيك يعني اللحمة الرؤياء وش الفاخدة ببتدي اتبلها ايه بشر بصلايا وطمطمايا خدت ميتهم بس معلقتين كبار خل رشة فلفل اسود معلقة بصل بودر بيسكر للبوفتيك قوي واحط على الكيلو حوالي معلقة وربع ايه من الملح مع رشة من الحبهان البودر بس كده اوعد ضيعي جمال حتة اللحمة الرؤياء اللي بتستوي بسرعة دي يبقى حطينا الفلفل لسود بصل بودر حبهان بودر ومع الخل ومية البصل والطماطم فقط لغير وهي دي اسرار المطاعم اسمعي مني اسرار شغلي مش خصرة فيك حتة سامنة بقى كده ولازم سامنة بلدي كده عشان تطعم لنا طعم حتة ايه شريحة اللحمة ببتدي اديها صدمة كده على نار عالية من الناحيتين وهنا النار لازم تبقى عالية وطبعا انتوا عارفين حتة اللحمة الاستيك دي يعني بتستوي على طول ما بتاخدش وقت فانا كده يعتبر قدتها ايه نص تسويق خلاص كده شوحت الكيلو كله مكان بقى التشويح هبتدي احط معلقة سامنة تاني وهنزل بالمشروم مع معلقة صغيرة من التوم المفهوم ورشة من الفلفل لسود المشروم بلاش تديره الملح كده في الاول عشان ايه ماينزلش ميته ويجلد يبقى الفلفل لسود وتشويحها بقى كده مع التوم والسامنة حاجة امر من النص كده بقى هنحط ايه معلقتين دي ايه ودول اللي هيدو كسافة لصوص البيكاتة المشروم تقدر تستخدم العلب لو ما فيش الفرش بس انا بجيبه فرش من السوق يلا بقى كده خلاص جمعت هننزل بايه بالحليب كيلو كده هياخد معانا ايه حوالي نص رتر من الحليب والسر بقى في معلقتين كبار من صوص الديمجلاس البودر ده هتلاقيه في اكياس وشركات مصرية محترمة بتعمله وده بقى بيدي طعم تحفة للبيكاتة بس اهم حاجة نزيل بيه على الحليب وهو بارد عشان ما يكتلش واساس البكاتة طبعا الكريمة فبنزل بعلبة من الكريمة اللباني كده وزودت الصوص شوية كده يعني مصبصت علبة الكريمة دي ثقافة الست المصرية عشان ايه ندي فرصة للحمة تكمل تسوية في الصوص الخطير ده بصوا اللحمة عاملة ازاي خطيرة يا جماعة واحلى بيكاتة جمال البيكاتة اولا ما فيهاش بهرات زي ما اتفقنا الطعم اللايت وخفيف قوي تقدر ادي فدورة فلفل الوان بصل شرايح زي ما انت عايزة بس العميل عندي بتاخده لحمة ومشروم فقط لغير طبعا انا رشيت ملح بس زي ما اتفقنا وكنت حطى فلفل اسود على المشروم وعندي شرايح الاستيك ايه متابلة شايفين الجمال بقى اسيبها بس تبرد شوية وبجهز العلب وبحط ايه نص كيلو في كل علبة عارفة السوس يتاكل كده من جماله قبل اللحمة بصوا بقى دي طريقة مطاعم وبدل ما تروح يتغذي شريحة ويحط لك شوية سوس ويدفعوك مثلا ربعمائت جنيه وانتي ماشيا لا اعمليها انتي في بيتك ووفري على نفسك كتير بجد اهو تغيير واحلى بيكاتة لو جبت حطة لحمة اعمليها بالطريقة دي بصوا الجمال الفهنة وعافية حبيب قلبي متابعتكو شرف ليا كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم اشتركوا في القناة